اشتركوا في القناة من أكل أموال الناس الباضل قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين المطففون الذين ذكرهم الله تعالى فقال ويل ويل يعني وعيد وتهديد وقيله وواد في جهنم إلى آخر لكنه وعيد لهم يعني يا ويلكم يا وعيدكم ما أشد حسرتكم ويل للمطففين كانوا في السابق إذا أراد أن يزن للآخرين يأتي مثلا بكفتي الميزان ويضع في واحدة منهما قطعة حديد مثلا تساوي مثلا نصف كيلو أو كيلو أو مثقال أو كذا بالمقاييس السابقة وفي القسم الآخر يضع الطعام الذي يبيعه فكان هذا الحديد الذي يضعه الذي المفترض أن يكون كيلو كامل يكسر منه أحيانا من جوانبه حتى يتحول إلى 900 جرام 850 جرام أقل من كيلو ويبيع للناس على أنه كيلو وإذا أراد هو أن يشتري من الآخرين ما هو صاحب محل فيريد أن يأتي بالبضاعة إذا ذهب ليشتري البضاعة يتأكد أن بضاعته تامة وأن الكيل الذي كيلت به ووزنت به أنه صحيح فهو إذا أراد يبيع للناس يأكل حقوقهم لكن إذا أراد أن يشتري نفسه أخذ حقه كاملا فقال الله جل وعلا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا ذهبوا يأخذون الكيل لأنفسهم يستوفون يعني يأخذونه وافيا كاملا وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا باعوا على الناس يخسرون يعني كيف لا تريدون الظلم أن يقع عليكم بينما أنتم تظلمون الآخرين قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لا 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 يدرون في شيء اسمه يوم القيامة وهذا في تحذير أيضا لكل أنواع الغش التي تقع من الناس اليوم لا يجوز أن تغش أبدا إذا ذهب تشتري مثلا عسلا فتتأكد أن عسل أصلي إذا أردت أن تشتريه لنفسك لكن لو أردت أن تبيع تجد أن بعض الناس ربما يبيعوا الشيء ويقول هذا من إنتاج البلد الفلاني وجودته كذا وهو من إنتاج بلد آخر أحيانا أو يضعه في علب تخص بلدا آخر أو ربما أحيانا بعض الملبوسات إذا أرد أن يشتري لنفسه تأكد أن هذا اللباس فعلا مصنوع من قطن أصلي أو من كذا ثم إذا أرد أن يبيع للناس جاء بملبوسات مغشوشة ووضع عليها أنها صنعت في بلدي كذا وكذا وغش الناس في ذلك إذا أرد أحيانا حتى الطعام والشراب وغيرها أحيانا بعض الناس يغير تاريخ الإنتاج أو تاريخ الانتهاء أو بلد الصنع كل هذه الأنواع حذر الله تعالى منها هنا وين للمطففين الذي إما يتلاعب بالميزان واليوم أيضا حتى الموازين الإلكترونية يعني أحيانا تأتي ميزان الإلكتروني أحيانا في بقالة تشتري شيئا ويكون الإناء الذي يوضع فوق هذا الصحن الذي يوضع فيه الطعام يكون موزونا وزن معين بحيث أنه يسقط من الوزن النهائي يعني أنت تشتري كيلو لكن يظهر عندك مثلا كيلو ومئتين جرام المئتين جرام اللي هي وزن الصحن الذي محطوط أحيانا ربما يكون وزن الصحن أثقل من ذلك يكون مثلا وزنه ربما أربعمائة جرام ويضعونه أنه مئتين جرام مثلا لأجل أن يأكل من كل إنسان مئتين جرام ثلاثمائة جرام كل أنواع اللعب التجاري حذر الله تعالى منه وحرمه أي نوع من أنواع الغش لكن هذا مثال فقط ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يغسرون الحساب يوم القيامة قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حساب وعقاب وتدقيق عليهم في أعمالهم وفي شؤونهم ونظر في صدقهم وكذبهم وصلاحهم وغشهم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس يوم القيامة سأذكرها في حلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسيري السورة التي تتكلم عن البيع والشراء والأمانة في البيع والشراء وتحذير الناس من الغش ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا شروا لأنفسهم يأخذون الوزن وافيا تاما وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا أرادوا أن يبيعوا للناس لعبوا بالوزن أو بالبضاعة وغير ذلك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين السجين قيل هو موضع في الأرض السفلة وقيل غير ذلك لكنه شيء فيه تهديد ووعيد لهم يعني تكتب عليهم أعمالهم وفي كتاب يكون في موضع هذا وصفه في سجين قال الله ما أدراك ما سجين كتاب مرقوم مرقوم يعني مكتوب أصلا كلمة كتاب يعني مكتوب مرقوم أيضا مكتوب كما قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة قيل الرقيم هو لوح رقمت فيه يعني كتبت فيه أسماءهم علقت على الكهف فكتاب مرقوم يعني كتاب مكتوب فيه أعمالهم ويل اليومئذ للمكذبين من هم المكذبون الذين يكذبون بيوم الدين الإنسان ترى إذا خاف من يوم القيامة لن يعمل سيئة إنسان الذي يؤذن يؤذن للصلاة ويسمع ما الذي يجعله يقوم للصلاة ويترك راحته وربما فراشه ما الذي يدعه يترك كل ذلك لأنه يخاف من يوم القيامة يخاف أن يسأله الله تعالى لماذا لم تصليه وما الذي أقعدك عن صلاة إنسان الذي يغش ما الذي يجعله يثق في غشه ويتعاطى معه ويذهب معه ويكثر الغش غفل عن يوم القيامة وعن الحساب والعقاب الإنسان الذي يغض بصره لأنه يدري فيه رب يحاسبني وسوف أقف بين يديه ومن القيامة الإنسان الذي يبر والديه ويصبر ربما على أذاهما مع كبر سنهما ما الذي يجعله يذل نفسه لهما ويتلطف معهما يخاف من يوم القيامة فقال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم معتد يعني متجاوز للحد وأثيم يعني آثم كثير الإثم إذا تتلى عليه آياتنا يقال له مثلا قل الممنين يغضوا من أبصارهم ما يجوز أن تطلق بصرك مثلا يقال له مثلا لا تؤذي الناس أو أحسن كلامك يقول الله لك وقول للناس حسنا لا تسب ولا تلعن بر والديك لأن الله يقول بالوالدين إحسانا مثلا صلي لأن الله تعالى يقول أقيم الصلاة فتجد أنه يعرض يقول أساطير الأولين هذه كلها سوال في القدمة هذه كلها دين العجائز دين الشيبان الأولين يعرض ويجيب بهذا قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون غطى قلوبهم سيئاتهم التي يفعلونها وهذا ما يسميه العلم قسوة القلب تجد الإنسان مع إطلاقه للنظر الحرام مع أكله لأموال الناس بالباطل مع عقوقه لوالديه مع ظلمه للناس مع وقوعه في أنواع من المعصية إنسان إذا وقع في أنواع من المعصية يبدأ القلب يقسو ويكسوه مثل الران مثل الغبار الذي يغطي على الكرة يغطي على الطاولة يغطي على الكأس الذي يتراكم الغبار بعضه على بعض إذا ترك وقتا طويلا كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هؤلاء في يوم القيامة يعاقبهم الله تعالى أل لا ينظروا إليه جل وعلا والله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سأل الله يجعلنا وإياكم من يرون ربهم يوم القيامة ناظرة وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة حسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى أما هؤلاء المكذبون المعرضون الفجار فهؤلاء يحرمون من النظر إلى الله تعالى يوم القيامة لذلك قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم يعذبون ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون أن تقول ما في قيامة ما في عذاب أصادير الأولين كلام العجائز دين العجائز فضل أنت تعذب اليوم هذا الذي كنتم به تكذبون ثم ذكر الله تعالى كتاب الأبرار ومحال الأبرار في يوم القيامة نذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة ويل للمطففين ذكرنا أن الله جل وعلا ذكر في أول سورة العقوبة على من يعني يأكل أموال الناس بالباطل أو يتلاعب بالميزان يتلاعب بالبيع والشراء بعض الناس يبيعك أحيانا الكيس الذي فيه مثلا الطحين أو أنواع الدقيق أو الذراه أو غير ذلك ويكتب عليه مثلا ألف جرام يعني كيلو لكنك لو تأخذه وتزين في الميزان وجدت تسعمائة جرام ثممية وخمسين جرام هذا أيضا ويلو للمطففين هذا نوع من الغش على الآخرين كن دقيقا في ذلك يبيعك كيس الرز مثلا مكتوب عليه عشر كيلو وإذا وزنته وجدته تسع كيلو ونصف مثلا أو تسع كيلو ومائتين جرام ويلو للمطففين ينبغي على التاجر أن يدقق فيما يبيعه ويشتريه ويكون صادقا مع الآخرين ذكر الله تعالى بعد ذلك أحوال الناس يوم القيامة وقال الله جل وعلا بعده قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار ما تكتب فيه صحفهم أعمالهم هذه تحفظ في مكان عالي مطهر مكرم لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون مقربون الملائكة المقربون الأنبياء يطلعون على هذه الأعمال الصالحة إذا صلى المؤمن عرفت الملائكة أن هذا صلى وأحبته وأثنت عليه وأعجبت به إذا صام إذا تصدق إذا أحسن إلى الناس إذا عمل عملا صالحا تعجب الملائكة به وتثني عليه وتشكره فقال الله جل وعلا يشهده المقربون ثم قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم يوم القيامة وهم في الدنيا أيضا في نعيم من راحة نفسية في قلوبهم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني الوجه مسفر ونظر وبيضه الله تعالى وأناره وحسنه قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يعني هذه أنواع الشراب يوم القيامة من أطيب الشراب والرحيق الخالص من الشراب الحسن قال من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ما هي تسنيم؟ عين يشرب بها المقربون هذه نوع من العين كما قال الله تعالى مثلا إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة مثلا سمى الله تعالى بعض أنواع الأنهار وبعض أنواع العيون التي تنبع في الجنة في عين اسمها تسنيم ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ثم قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا هذا في يوم القيامة المجرمون في عذابهم والمؤمنون على الأرائك ينظرون فيقول الله تعالى عن هؤلاء المجرمين أحوالهم في الدنيا كيف كانت؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يراه ذاهبا إلى المسجد وهذا ذاهب إلى المرقص فيضحك من المؤمن يراه ذاهبا إلى درس تفسير وهو ذاهب إلى مثلا كذا وكذا من المعصية فيضحك هذا الفاجر ويضحك من المؤمن مسكين شوف أين يذهب أين يطلب العلم يذهب يصلي يذهب يصلي التراويح يحمل هذا الشيخ معه إلى كذا وكذا لماذا لا يرميه في دار المسنين أو دار العجزة أو غير ذلك؟ يعني يضحكون كيف أن تنضيع حياتك تتصدق وتعمل وتعمل استمتع بمالك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون انظر شوف كيف مشيته وانظر إلى شكله وانظر كيف يفعل وانظر إلى يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يرجع هو مبسوط اليوم رأيت لواحد يدخل المسجد شكله كذا اليوم رأيت شخص والله مثلا يفعل كذا من الطاعات وشكله كذا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يضالون هذا متشدد هذا معطي نفسه يعني أكثر من حجمها هذا يأخذ الدين بأسلوب غير صحيح هذا مشدد على نفسه هذا وكذا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يضالون يا أخي لا تأخذ الدين بهذا الشكل قال الله وما أرسل عليهم حافظين أنت لست مسؤولا عن دينه هو يتمسك بدينه كما دل عليه الكتاب والسنة وكما يعني عرفه من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنت المفرط أنت لست حفيظا عليه تحكم عليه متشدد وغير متشدد قال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يضلون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثويب الكفار ما كانوا يفعلون أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد اجعلنا وياكم باركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر